السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخبر جدا سعيد بلقائكم إخواني إخوتي وزيرة الخارجية ديل حكومة كتالونيا فيكتوريا ألسينا تخبر العالم أنها تصنع إشارة من المغرب لكي نخلص صفارة ديلة من تونس العاصمة إلى الرباط دعونا في هذا الفيديو هذا نشوفوا شنوه والأسباب ولماذا في هذا التوقيت حكومة كتالونيا تتحرك نحو المغرب أهلا بكم في ظل العلاقات المتوترة بين المغرب وإسبانيا ومع استمرار تداعيات أزمة بن بطوش وزيرة الخارجية ديل حكومة ديل كتالونيا الحكومة المستقلة على المملكة الإسبانية تعلن أنها كتنى قبول المغرب طلب الرسمي ديل حكومة كتالونيا أنه يقبل نقل تمتيلية ديل الحكومة المستقلة الجديدة بين تونس العاصمة إلى الرباط كتالونيا استقلت رسميا في أكتوبر 2017 إلا أن المغرب في 2017 قرر أنه ما يعتارش بالاستقلال ديلهم وعلى أساس العلاقات الحسن الجوار يبعت برسالة إسبانيا أنه ما يستغلش الفرص وما يستغلش المشاكل الداخلية الإسبانية والحركات الإسبانية في قلب المملكة الإسبانية ويدعمها أو لسان في إتارة النعارة الإنفصالية في الداخل الإسباني هذا الموقف النبيل دي المغرب إسبانيا لم أعطته أي شيء قيمة بل استمرت في دعم البوليزاريو ودعم الجزائر من أجل إضعاف المغرب وهذا الشيء وصل القيمة ديالو في العمليفات بعد ما استقبلت إسبانيا إبراهيم غالي في شهر أفريل من سنة 2021 تم بدأت الأزمة وبدأت تتطور وحد الآن ما زال ما تحلت اليوم في الحقيقة المغرب ترفع عليه الحرش ما بخاش ذلك الحرش ديل أنه كيوازن العلاقات ديله مع إسبانيا اليوم المغرب يعامل إسبانيا الند للند واحتمال كبير أنه لأول مرة في التاريخ سيطرفع العالم ديل جمهورية كتالونيا المستقلة في قلب مدينة الرباط إذا وافق المغرب على استقبال استفارة كتالونيا بالكتر من هكا هناك أخبار كتقول أنه بعد الأزمة البنب الطوش العام الليفات 2021 المغرب أعطى اللجوء السياسي لرئيس الحكومة السابق كارلوس بوجيمون ما عرفنا شوش لهذا الخبر هذا الصحيح أو لا إلا أنه تصرف أن بالفعل المغرب منح اللجوء السياسي المغرب ما كان له أنه يتصرف وليأخذ هذا القرار للملح اللجوء إن كان صحيح أو لا لو لا تاريخ من المضايقات الإسبانية وخصا نلاحظوا إخواني إخواتي إلى اليوم هناك حديث على احتمال أن المغرب يستقبل تمثيل الحكومة الكاتارونية في الرباط وبمناسبة هذه التمثيلية أو هذه السفارة ستكون مسؤولة على النشاط الكاتارونيا في شمال إفريقيا كاتالونيا حد الآن عندها 14 سفارة حول العالم وسوف تزيد ستاديا السفارات في هذه السنة 2020 ورصدت لهم ديبلوماسيا على أساس كل السفارة تكون مكلفة في منطقة مثلا السفارة في الرباط تكلفة في شمال إفريقيا السفارة الكاتالونيا في داكار العسيمة السنغال تكلفة في إفريقيا الغربية السفارة لجنوب إفريقيا تكلفة في جنوب إفريقيا وهكذا كاتالونيا بدأت واحد الحركية ديبلوماسية وبدأت واحد الدينامية ومتعطشة للاعتراف وكاتالونيا في الحقيقة تستغل المشاكل التي درتها إسبانيا والمغرب وأن إسبانيا تحارب المغرب وقدرها صفر وضع كاتالونيا تستغل هذا السلوك الخبيد وعلى حسابه ستحسن العلاقات مع المغرب تبدأ وتبني علاقات ديبلوماسية مع الرباط كاملة غير ناقصة يوم الأحد تصل سانشينس بالرئيس الجزائري وقال له أن الشراكة الإسبانية الجزائرية مخيرة وممتازة لا يوجد شيء مشكل لا يوجد شيء مشكل من طبيعة الحال هنا سانشيس يحاول يطور ويتقرب للجزائر نكاية في المغرب دائما عندما تكون مشاكل بين إسبانيا والمغرب أجل إسبانيا تجري عند الجزائر لكي تحاول الضغط على المغرب لكن هذه المرة التي تبهت لماذا إسبانيا أن المغرب قال لهم لقد طفح الكيل أزمة مبطوش في الحقيقة كانت هذه النقطة التي أفضت الكأس كانت هذه الشعرة التي قسمت ظهر البعير المغرب السياسة نحو إسبانيا تبدلت بنسبة 180% وأكثر تطور وأخطر تطور أن هذا اليوم سيستقبل صفارة كتالونيا وغادي يعترف بالانفصال في الداخل الإسباني كثير من الأحزاب في إسبانيا منها الحزب الشعبي كلهم قال لك أن هذا الانفصال غير مقبول جريدات العرصون هدرت على أعضاء في الحكومة اللي كنهم أذانوا هذا الاتجاه الانفصالي ديال كتالونيا وما غاديش يسكتو لو المغرب يفتح سفارة ديال كتالونيا لكن إسبانيا فهمت أن المغرب تحولت السياسة دياله وأن المغرب الآن يضايق إسبانيا كما كانت تضايقه لمدة 47 سنة يجب أن نلاحظ أن المغرب صابر على إسبانيا 47 سنة وكيتصرف بحكمة وكيلتزم بمبادئ حسن الجوار لكن أزمة بنبطوش كانت هي في الحقيقة بداية نهاية هذه السياسة الحسن الجوار اللي التزم بها المغرب وصابر على الأدى تقريبا لمدة نصف قرن كان هناك كذلك الضور للروسيا روسيا اللي كانت العلاقات ديالها جيدة مع إسبانيا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وإسبانيا هي تطوعت وشفنا الوزير الخارجي الباريس سافة الواشنطن وعرض على واشنطن الختال بجانب أمريكا لتحرير أوكرانيا في حالة إلى ترات الحرب شفنا سانشيز هذه قلمة 140 سنة ده الخطاف في البرلمان ووعد أن إسبانيا سوف تلتزم بإنسال أسلحة وأسلحة متطورة والعتاد الحربي إلى أوكرانيا ضد ضرب بوتين شفنا سانشيز وبرلمان إسباني يهاجم بوتين بأسلوب عدواني وبكلام قاسي هذا شيء جعل بوتين يحط إسبانيا في هذه اللائحة الجديدة اللي دارها ديال الدول الأعداء والتي وجب الانتقام منها بطريقة أو بأخرى كتالونيا والحركية والدينامية الدبلوماسية الكتالونية الجديدة اللي رسلت لها كتالونيا ملايين دولارات من أجل التحرك حول العالم وكما قلت هي دولة فتية مستقلة متعطشة للاعتراف روسيا بوتين ستستغل هذه الظروف الجديدة لكتالونيا وستستغل العداء الإسباني الجديد لروسيا وستنتقم طبيعة الحال من إسبانيا كيف ذلك؟ أنها ستعترف بحكومة كتالونيا وبالجمهورية الجديدة لكتالونيا وستستقبل وستفتح لهم السفارة في قلب موسكو وهذه في الحقيقة ضربة خطيرة من روسيا الإسبانيا أن بلد مهم وقوي بحل روسيا يعترف بكتالونيا الاتحاد الأوروبي حتى الآن لا يعترف بكتالونيا جميع الدول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالإقليم الإسباني المنفصل لا تعرفنا هذا الموقف هذا ما سيحدث لكن طالما كانوا حاجة اسمية الاتحاد الأوروبي وطالما أن إسبانيا عضو وسط هذا الاتحاد فلا نتوقع أن الاتحاد الأوروبي سيعترف إقليم كتالونيا على الأقل في المدى القريف في المدى البعيد لا نعلم ما سيطرح خصوصا أن مستقبل الاتحاد الأوروبي ككتلة وككيان اقتصادي والسياسي يجمع مجموعة من الدول المستقبل غير مضمون وغامض خصوصا في ضل التطورات الكترة في العالم وهذا النظام الجديد الذي ستشكل ولعل الحرب الروسية على أوكرانيا ستدفع كثير من الدول على مراجعة السياسة الخارجية وأشرت أكثر من مرة منذ اندراع الأزمة الروسية الأوكرانية أنها فيقات الدول وخلات العالم يشوف الحيف والظلم وأن دول كثيرة سوف تنتفض أولى إلى ما تفضل شي ستستغل هذه الأزمة وتنفض أي مخطط كتالونيا كذلك ليست بعيدة عن استغلال ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية والسياسة الغبية الإسبانيا أعطتها أكبر هدية أنها تمشي عند روسيا وطلب أنها تعترف بها وطلب أنها تفتح عندها سفارة والاتصالات الكتالونية الروسية أعطت كوكل هناك معلومات على أن كينة إرادة في وزارة الخارجية الروسية وفي الكريملين وعند بوتين شخصيا بفتح سفارة الكتالونية من نفاق الإسباني أن الأحزاب الإسبانية والحكومة الإسبانية عبرت على الإمتعاض من أن وزيرة الخارجية الكتالونية كانت تظهر بفارغ الصبر لأن المغرب يقبل يفتح سفارة ويعترف بالانفصال على إسبانيا هذا إمتعاض لكن في نفس الوقت إسبانيا أكبر داعم للانفصال في المغرب إسبانيا أكبر داعم للبوليزاريو وتتآمر مع الجزائر ضد المصالح المغربية وتتآمر مع الجزائر والبوليزاريو لدعم الانفصال وتكوين دويلة الوهم وسط المغرب وفي الصحراء المغربية اسمها البوليزاريو وهذا مطبيعة الحال نفاق ما بعده نفاق بالنسبة للحكومة الإسبانية سانشيس وأرباريس الانفصال عندهم في كتالونيا أن الكتالونيا تنفصل وتكون برسلون عاصمة ديلا هذا حرام ولا يجوز شرعا ومجرم قانونا لكن في المغرب فهو حلال وجائز وممتاز وفكرة لا ما كانش محسن منها وأن الكمشة والطغمة ديلا البوليزاريو عندهم الحق أن تكون عندهم دولة ديلا وعاصمتها عاصمة الوهم وهم يختاروها في الحقيقة فتح السفارة في الكتارونيا في الرباط ستكون ضربة موجعة لإسبانيا ستكون في الحقيقة مغرب يضرب إسبانيا بالكاو تكنيك وستكون الضربة التي عمر مطلقة إسبانيا من المغرب منذ خروجها من السحراء منذ استغلال منذ خروج المحتل الإسباني من السحراء وهذا دليل كبير على أن هذا مغرب جديد يتشكل أن السياسة الخارجية المغربية سياسة مختلفة خصوصا سياسة المغرب توجاه إسبانيا الآن اليوم المغرب ينتقى من إسبانيا كي يرد إسبانيا جميع تصرفات ليدرت معاه ضربة بضربة كنت دائما كنقول أن الحرب الروسية الأوكرانية لها من بعدها وهذه التحركات في الحقيقة الكاتالونية لو لم يكن الحرب الروسية الأوكرانية ستعطيها هذه الدفعة الكبيرة لدفعات الاستقلال الأوكراني خصوصا من إسبانيا اختارت حرب روسيا لكي تردع عليها أمريكا وتخليها وجها لوجه مع المغرب كنت ندرنا فيديو أخواني وقلت فيه أن هذه الزيارة التي تعلها ألواريس الأمريكا زار بايدن كي يعرض عليه المساعدة وعرضي حط في التصرف ديال بايدن طائرات إسبانية لكي تستعمل في حالة نشبة الحرب ضد أوكرانيا وطلب من الإدارة الأمريكية أنهم لا يضغطوش عليه فيما يخص العلاقات مع المغرب لا يضغطوش عليه يديروا تنازلات أمام المغرب ويحلوا المشاكل مع المغرب لكم السلاح وخوضوا الطائرات وندعموكم في مجلس الأم وفي أمم المتحدة لكن دعونا نتعاملوا مع المغرب وجها لوجهنا لا نحتاج رغبة لا ندروا الخطوة التي يطالبها من المغرب ولا ندروا تنازلات من أجل المغرب لكن تأتي الأقدار بما لا تشاء إسبانيا ها هو قد يأتي الطلاب من قلب إسبانيا من كاتالونيا من برسلونيا يطلب المغرب أن يقبل السفارة في الحقيقة المغرب يجب أن يقبل أن يدير عنده السفارة في الرباط يجب أن نرفع الراية لكاتالونيا في قلب الرباط وسوف تكون بداية تلقي درس طويل الأمد ربما سيكون أطول درس في التاريخ على اعتبار العناد الإسباني وعلى اعتبار أن إسبانيا ستأخذ المغرب بلا ما تعطي وكذلك على اعتبار أن إسبانيا سترد العلاقات مع المغرب وعلاقات ما قبل أزمة بن بطوش ولم يجب أن يدفع ولو مقابل سياسي في الحقيقة أخيرا أرجو أن المغرب يقبل طلب حكومة كاتالونيا ويفتح السفارة يدير كاتالونيا في الرباط ويدير علاقات ديبلوماسية كاملة غير ناقصة نفس العلاقات التي يديرها مثلا المغرب لما رجع العلاقات مع إسرائيل نفس الأسلوب علاقات كاملة غير ناقصة ورغم أنف عن إسبانيا وعلى إسبانيا أن تفهم أن هذا مغرب جديد يعمل بالند للند نشكركم على المتابعة كان معكم عبداللطيف إلى الحلقة القادمة ومحلقات قناة دار الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر